باستثمارات تقدر بـ 3 مليارات و 400 مليون دولار كمرحلة أولى أعلنت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة عن 12 مشروع مؤهلا للتنفيذ بين مصر والإمارات والأردن بالإضافة إلى البحرين بعد توقيع ضمامها رسميا للمبادرة الخاصة بالشراكة الصناعية التكاملية كنا حرصين في اختيارنا لهذه المشروعات أن يكون فيها ميزة تنفسية أن يكون توفر احتياجاتنا من بعض الوردات اللي ممكن يكون نحتاج ليها من الخارج أي دولة من هذه الدول وفي نفس الوقت الاستفادة من الحوافز ومن المزايا الاستثمارية الموجودة عندنا في الوقت الحالي في مصر تستهدف المبادرة تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين سلاسل التوريد مع تطلع إلى تنفيذ المزيد من المشروعات والشراكات النوعية بعدد من القطاعات الاقتصادية فرصة ممتازة للقطاعات الخاصة أن يستثمر وجود مثل هذه الشراكة ويستثمر التعاون على المستوى الحكومي أن يؤسس مشاريع على مستوى عربي وليس مستوى وطني فقط وأن يستغل هذه المبادرة في توسعة استثمارات وتوسعة مشاريع الصناعية أتمنى إن شاء الله أن يكون هناك فيه دعم مباشر للشركات الزراعية وتسهيل مهامهم خاصة في العقبات التي تواجههم للتحقيق منظومة الأمن الغذائي في الدول الأربع وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات في عام 2021 نحو ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دولار وبين مصر والأردن نحو مليار دولار وبين مصر والبحرين نحو مليار دولار وتهدف هذه الشراكة إلى تعظيم التعاون الاقتصادي وفرص التبادل التجاري بما يعود بالفائدة على شعوب الدول العربية الشقيقة تأتي الشراكة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بعد في توفير احتياجات شعوبهم من الغذاء والدواء شراكة عنوانها الخير والنماء في مواجهة عدد من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية من حبيب قناة الغد القاهرة